اشتركوا في القناة والحين مع شرح مكونات اللعبة مثل ما احنا شايفين عندنا كل لاعب راح يكون ل واحدة من هذه المسطحات الكروية بعدين عندنا خمسين مسطح هذي المسطحات راح يكون فيها خمس مناطق كل واحدة فيها خمس مناطق طبعا مختلفة باشكال مختلفة بعدين عندنا كروت الحيوانات راح تكون بهذا الشكل بعدين عندنا كروت الاهداف راح تكون بهذا الشكل واخر شي عندنا الفرس بلاير ماكر والحين مع عملية ستب راح نسوي ستب لشخصين راح نعطي كل واحد من اللعبين واحدة من هذه المسطحة يحطون عندهم منطقة اللعبة بعدين ناخذ المسطحات هذي ونقسمها إلى عشر مجامع كل مجموعة فيها خمس مسطحات بهذا الشكل ونحطها منطقة اللعبة بسبب ننتج بعد انتهاء من ترتيب المسطحات راح نقوم بأخذ كروت الحيوانات ونخلطها بشكل كافي وناخذ منهم بشكل أشوائي 20 كرت وراح نقوم بتوزيعهم بهذا الشكل بعد توزيع كروت الحيوانات سيكونون بهذا الشكل ونلاحظ أن نحن بدأنا من العمود الثالث وأكملنا إلى ما حد ما صوينا 12 عمود نفس الشيء هنا بدأنا من العمود السادس إلى العمود الثنعش وبالنسبة للصف الأخير حطينا فيه آخر ثلاثة عمودة بهذا الشكل بعدين راح ناخذ كروت الهبتات هذه اللي هي كروت الابجكتف وراح نخلطها ونعطي بشكل عشوائي كل لاعب واحدة من هذه الكروت آخر شيء راح نحدد اللاعب الأول ونعطيه الفرس بلاير ماركر هذه وبهذا يكون أتممنا عملية السادس الهدف في هذه اللعبة أني أجذب أكبر عدد من الحيوانات بأنني أشكل لهم البيئة المناسبة على الكرة الخاصة فيني وراح أقدر أشكل البيئة المناسبة لكل نوع من الحيوانات أو لمعظم الأنواع بواسطة هذه المسطحات وراح شرح لكم بعد قليل طريقة تركيب هذه المسطحات على الكرة الشغلة الثانية عن كل لاعب هدف الهدف هذا يراوي بيئة معينة بحيث في نهاية اللعبة إذا قدر يجمع مثلا عدد مناطق مثلا 13 منطقة سيأخذ نقطتين إذا قدر يجمع 15 أربع نقاط وإذا قدر يجمع مثلا العدد الكامل 23 سيأخذ 10 نقاط وراح نشرحها أثناء اللعبة والحين مع الشرح السلوب اللعبة اللعبة عندي راح تلعب على 12 راوند راح نشوف أنه الراوند راح تنتهي عند هذا عشان تليه حطين احنا 12 عمود في كل راوند راح يقوم اللاعب الأول بيأخذ المسطحات الأول المسطحات متوفرة عنده ويكشفها بهذا الشكل بعدين راح يقوم كل لاعب باختيار واحد من أنواع المسطحات مثلا قلنا هذا اللاعب الأول راح يأخذنا اللي هو المسطح هذا ويركبه بأي مكان يبي بعدين يقوم اللاعب الثاني نفس الشي بيأخذ مسطح ثاني ويحطه في هذا الشكل كل المسطحات الباقية راح تنحط في أول عمود فاضي عندي من بعد العمود العاشر حاليا راح نبدأ بهدعش لحد ما ينشكل في كل عمود خمس مسطحات ثانية الدورة الثانية راح نسوي نفس الشي ينتقل اللي هو الفرس بير ماركر من اللاعب الثاني وراح يقوم بأخذ المجموعة الثانية من المسطحات ونفس الشي راح يكشفها راح يبدأ اللاعب هذا باختيار واحدة منه نزيل على أي أساس شكل المسطحات عندنا مثلا لو قلنا أننا بيحطها في هذا الشكل في هذه الحالة أنا قدرت أتكون مجموعة مثلا من اللي هو الجليد هذا متقالبين مع بعض وهذا راح يفيدنا في اختيار الحيوانات أو تشكيل بيئة المناسبة راح نشوفها لاحقا نرجع الدور لللاعب هذا واللاعب هذا قرر أن ياخذ هذا المسطح ويحطها بهذا الشكل الباقيين فاقي عندي ثلاثة راح أحط اثنين منهم على هذا العمود بحيث اني شكلت خمس مسطحات وراح أحط الأخير على هذا العمود ابتداء من العمود الثالث طبعا الدور راح يرجع لللاعب هذا الحين ابتداء راح ياخذ نفس الشي راح ياخذ المسطحات اللي موجودة عنده في العمود الثالث ويحطها بهذا الشكل ويبدأ باختيار المسطح المناسب له فالش راح سوي هذا اللاعب قام باخذ هذا المسطح وراح نشرح لكم ليش حطها بهذا الشكل هذا اللاعب قام باخذ المسطح هذا الثاني وحطه نقود بهذا الشكل حين ابتداء من العمود الثالث راح تبدأ كروت حيوانات تظهر لنا وكذب ما قلنا لكم الهدف في هذا اللاعب ان نجمع الكروت هذه قد معنى كيف يمكن اللاعب يحصل على هذا الكرت سنرى اللاعب المحقق بالشرط اللي موجود عندنا الشرط اللي موجود يقول لي ان المسطح كبير اللي هو رملي او الجبال ملاصق لأي مسطح مائي فراح نشوف من وعنده اكبر مسطح رملي ونقارن بين اللاعبين ونشوف ان هذا اللاعب عنده اكبر مسطح رملي ولاصق او هنا يعني في كتر حالتين هنا لاصق لاصق في مسطح اللي هو مائي فبالتالي الكلف هذا رح يروح لللاعب هذا نكمل اللاعب طبعا هذه المسطحات رح تروح عندي في هذا الشكل ونبدأ بالعامود اللي هو الثالث رح نبدأ مع العامود الثالي الآن اللاعب الحين الدور على هذا اللاعب رح ياخذ المسطحات ويبدأ باختيار المسطح اللي يناسبه اخذ هذا وحطه بهذا الشكل يرجع الدور لللاعب الثاني اخذ هذا المسطح وحطه بهذا الشكل الحين نبدأ وهذا بالنسبة لهذه اللي هي المسطحات رح نحط واحد منها بحيث ان نكمل مجموعة من خمس مسطحات واي مسطح من بعدها رح يطلع رح يرجع الى الصندوق الحين بالنسبة لهذا الحيوان من اللي رح ياخذه الشرط عليه مختلف رح يقولك ان نشوف اللاعب اللي عنده اكبر عدد من المسطحات اللي مرسومة عندي وهو اللي رح يفوز بهذا الشكل رح نشوف هذا اللاعب عنده مسطحين ثلجيين هذا اللاعب عنده واحد اثنين ثلاث هذا يعتبر طبعا مسطح هذا هو مسطح ثاني وهذا ثالث فهذا اللاعب اللي رح يفوز بهذا المسطح او هذا الحيوان الحين بالعامود اللي بعدها ننتقل الدور لللاعب هذا وراح يقوم باخذ المسطحات وكشفه بهذا الشكل ويختار العامود اللي الحين المسطح اللي مناسب له فراح يشوف ياخذ مثلا اه نقول هذا هذا الشكل فراح يشوف وهذا اللاعب رح ياخذ اه 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 النوع الثالث عندنا من الهيوانات نفس النوع الاول ولكن يختلف بانه يقول لك المسطحات اللي مرسومة بشكل كبير هذي تكون مو ملامسة لواحد ان الممسطحات لأي مسطح بهذا الشكل فراح يشوف للأسف هذا عنده يعني عنده عدد من المسطحات كلها ملامسة فما رح يفوز به هذا الكرت ولكن لو شفنا هذا رح نشوف نلاقي انه عنده مسطح جليدي غير ملامس لمسطح رمي فهذا اللي رح يفوز بهذا الكرت ابتداء من هذا العامود رح نشوف انه في حيوانين فممكن يعني في عندي فرصتين انه يفوز بالكر اللي اللي موجودين عندي طب ان الكروت هذي الاضافية اللي عقلنا المسطحات الاضافية رح ترجع للصندوق الآن نفس الشي اللاعب اللي على الدور يقوم بعرض المسطحات التالية و بداية يختار المسطح اللي مطلوب عنده حطهم هذا الشكل هذا اللاعب رح ياخذ هذا المسطح مثلا ويحطه بهذا الشكل الحين نشوف الابجكتب هذي ومن حققها عساس انه ياخذ الحيوان اللي هو حقط الابجكتب ما له نشوف هذا الحيوان اول شي هذا يقول يريد مسطحات رملية غير ملامسة لمسطحات جبلية فاكبر عدد مسطحات رملية فعندي هذا عنده هذا مسطح رملي يتكون من ثلاث مناطب غير ملامس الى مسطح جبلي وراح نشوف هذا هذا عنده كذا مسطح رملي غير ملامس لمسطح جبلي ولكن اصغر من هذا العدد اللي هو ثلاثة فهذا اللاعب اللي رح حفوز بهذا الكبت الابجكتب الثاني نفس الشي رح نشوف اكبر عدد مناطب اللي هي بالمسطحات غابات نشوف هذا اللاعب عنده مجموعة مجموعتين فهذا عنده ثلاث مجامعة رح نشوف هذا هذا المنصف عنده هذا كلها تعتبر مجموعة واحدة مجموعة ثانية مجموعة ثالثة اطلعوا متعادلين هذا ثلاثة ومجموعة ثلاثة ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ يتم ترحيل هذا الكبت إلى العمود اللي بعده وفي خلال الدور الجاي لما يتم كشف هذه التايلز راح نشوف إذا تغير الهدف عند أي واحد فيهم ممكن أن يفوز باللي هي جسمة هذا الحيوان راح نظل نكمل اللعب لحد الدورة الاثنائش بحيث أن يكون جميع الكروه هذه توزعة وجميع هذه المسطحات تم تركيبها على الكرة الخاصة بكل لاعب نهاية اللعب راح تكون منطقة اللعب لكل لاعب تقريبا بهذا الشكل أول شي لحساب عملية الشكور راح نكشف الهدف الخاص بكل لاعب ونقوم بتوزيع الحيوانات المشابهة للهدف بصوب والحيوانات المختلفة للهدف ماله بصوب ثاني لتسهيل عملية اللي هي عملية حساب السكور نفس الشيء سوينا مع هذا اللاعب الحيوانات الخاصة بالمسطحات الغابات حطناها في هذا الصوب وباقي الحيوانات كلها في صوب بعدين لتسهيل عملية حساب السكور ممكن أن نشيل جميع المسطحات الخاصة بكل لاعب ونحطها في هذا الشكل والحين نقوم بعملية حساب السكور نبدأ بالهدف اللي عندك اللاعب راح نحسب عدد المناطق اللي حققها ورح ياخذ نقاط بناء على عددها راح نشوف اللاعب هذا واحد، ثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، داعش، اثنائش اثنائش نقطة للأسف حتى ما وصل اللي هي ثلاث نقطة فما راح ياخذ أي نقطة من هذا الكر نرجع لللاعب الأخضر نشوف أنه هذا حقق واحد، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، داعش، 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 أربع، حمساء، داعش، داعش؟ سبع، داعش، 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 داعش سنجزق إلى الهدف الخاص به ونشوف أنه حقق أربع نقاط ثمانتائش نقطة من هذا الكر بعدين، لماذا قمنا بتوزيعهم بهذا الشكل؟ سيأخذ نقطة إضافية لكل حيوان مشابه للهدف الخاص فيه فهذا اللاعب سيأخذ 1 2 3 4 زائد نقطتين لكل حيوان مختلف عن البيئة الخاصة فيه فهذا سيأخذ 1 2 3 4 5 6 فيه 2 12 نقطة 12 و 4 وهي 16 نقطة زيادة على الهدف الخاص فيه طبعا هذا ما حصل على شيء فبالتالي سيأخذ 16 نقطة ونفس الشيء مع هذا اللاعب نحسب نقطتين لكل حيوان مختلف ونقطة لكل حيوان مشابه للأوجيكتب الخاص فيه وفي نهاية اللعب اللعب اللي حصل على أكبر سكور هو الفائز وبهذا يكون انتهينا من شرح سلوب اللعبة وأتمنى أن نحاز على أعجابكم وأتمنى لكم لعبة سعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر